نعمل الشامبو بسرعة شامبو طبيعي هنعمله لكم اول حاجة ده شاي ده شاي اخضر ده شاي اخضر اهو بس احنا عاملينه طبعا مش هنجيب بقى بابور ونحط الشاي الاخضر اهو هو عاملينه اهو طريق الاعداد ربنا يبارك لهم ههم عاملينه في الفتلة اهو ده شاي اخضر هنجيب شاي اخضر يبقى اول حاجة شاي اخضر اهو جبنا معلقتين او ثلاثة او حبة زي ما انت عايزة تعومي الشمبو عايزة اعمل كمية كبيرة عايزة تعومي حلب صباب una مثلا يعني مع التفكات على جيش واجه ما colonialism غيبرت جميع مçonحب وعمل مشهول 저희器 هذا الوصفة في الخلاط ولكن انا سأ passadoقا لك었 غير hey اول شيء صبون مغربي او صبون بدون ريحة حلا ده dessaبون وهو مغريبي او صبون بدون ريحة او كي بحمتل وده بيبقي طبيعي اهو مشهة الاخезжير للح mismos ي dyبقى مشهة الح هيط chama نحبيته تعملها blindlyحاولو علا نجيب خلاط بسر الله اينا الناس الليograf ناته بrange بقية تبوتل ميضوب في المياه دي لازم خلاط يبقى معلقتين سابون مغربي او صابون بهدى الريحة فيش اريحة خالص على الشياء الاخضر المعلقتين او تلاتة الشاي اخر جل الصبار نجيب برضو معلقة كبيرة من جل الصبار او معلقتين كبارة عشان احط كمية كبيرة اده المعلقتين كبار من جل الصبار او ده جل عاديub стبار عاد والبقى عندنا برضو جاه ادي الجل الصبار طريقة عمل الشامبا جماعة شامبو طبيعي بتعمليه في بيتكو شامبو طبيعي بتعمليه في بيتكو اربع كابسولات فيتامين اي ادي واحدة اهي فيتامين اي وفايتامين اي ده جماعة فويده كتير بيحتوي على مجموعة من البيتامينات اهو الفايتامين اي اهو بنزله من كابسولة اهي خالص بايدي اوكي الفايتامين اي فويده كتير جدا اربع كابسولات اوام ده كمان الفايتامين اي بيساعد الخلاق على التجديد وبمنع صوت الشعر وتخصف والحاجات دي ادي الكابسولة التانية اوكي ادي الكابسولة التالتة اهي بتنزل اهي كابسولة بفضيها يبقى اربع كابسولات فيتامين اي اهي اربع كابسولات فيتامين اي اهو فضناهم اهي خمس كابسولات فوليك اسد اهو ده الفوليك اسد الجميع الصيدرية طبعا اهو خمسة خمسة اقراس اهو موجودين اهي اهي كل ده بنقلبه في الشاي اللي اغدر كمية اللي انا حطيتها ده ازم هنتضرب في الخلاط الوصفة دي يا جماعة اخلي بالكل ازم هتضرب في الخلاط عشان تبقى سهيلة اكتر طبعا بالزبط كبه دكتور طبعا الوصفة دي موجودة على صفحة حضرتك على الفيسبوك واليوتيوب ارداليك ما حساسين بربع عليك وبنجيب زيت سمسم وزيت جاجوبة وزيت نعناع وزيت جوز الهند ادي الزيت الجاجوبة اهو بنجيب ده الزيت اللي عندنا ده زيت النعناع طبعا ده حساسين برضو بنجيب منه معلقة اهو ونقفلها ده زيت نعناع بعد كده جاجوبة قيل زيت جاجوبة اهو ادي زيت الجاجوبة خلي بالك احنا عندنا الزيت دي ناقية مية في المية عندنا في محلات حساسين احنا عندنا فوع وقادي زيت السمسم اوكي اهو زيت السمسم بنحط برضو منه معلقة طبعا ايه انا هحط المقدار معلقة وابدأ اضرب ده كله فين في الخلاط هقلب انا كويس قوي واروح ضربه في الخلاط بقى شامبه طبيعي بنسبة مية في المية حضراك تخسلي بيه شعرك مرة مرتين تلاتة في الاسبوع ماكسيمم ولو هت شعرك فيه اشرة ولا حاجة ولا دوني هتخسليه تلات مرات في الاسبوع لو شعرك عادة هتخسليه مرتين دي طريقة عمل الشامبو الطبيعي في البيت فتربيه حضراك في الخلاط وتحطيه في اي ازازة ولا انبوب ولا اي حاجة وتخسلي بيه شعرك مرتين في الاسبوع كده شامبو طبيعي تاني المكونات صابون مغربي او صابون بدون ريحة يكون مبشور جل الصبار تحطي منه معلقتين اربع كبسولات فيتامين ايه اربع تقراس حمض الفوليك فوليك اسد لتر مية هتخط عليه باكت اتنين باكت شاي يقدر وهتحط كمية زي اللي انا حطيتها كده مثلا حالي نص كباية زي كده او كباية قدديا وزيت السيمسون معلقة زيت جاجيبه معلقة زيت نانع معلقة كل الزيوت دي تخلي بالك كل الزيوت دي مغزية للشعرك فانت ما هوش جاست السابون جاست بيخسلك ولكن انت حط جوه الشامبو نفسه حاجات فيتامينز يعني ايه ايه علاقة فيتامين ايه برافو عليك يبقى انا النهار ده بغز شعري وفي نفس الوقت بنضف شعري يبقى دي الوصف بتاع الشامبو تاني بقوله لكم وخلي بالك مش هتلاقواه في اي مكان ولا حد يعمل لكم بالشكل ده قلنا صابون مغربي معلقة ومعلقتين كبار جل الصبار معلقتين اربع كبسولات فيتامين ايه اربع كبسولات فوليك اسد الراس يعني الليتر المياه ده هتحط عليه اثنين باكت شي اخضر ده اللي هتحط فيه وهتحط معلقة زيت سمسم ومعلقة زيت نعناه ومعلقة زيت جاجوب ومعلقة زيت جوز الهند حلو او معلقتين يبقى احسن ده وهتربيه في الخلاط طلع شامبو طبيعي كمان احنا عندنا شامبو طبيعي برضو اللي هو بالعسل احط عليه معلقة عسل بقى الشامبو بتاعنا انا اعمل الشامبو ده كده ببقى في كل المكونات دي والعسل بالزبط كده وبحط عليه عسل تاني يعني انت ممكن تحط عليه عسل ده معلقة عسل او معلقتين بقى الشامبو بالعسل اوكي ده طريقة عمل الشامبو الطبيعي ارجوكي يما هتاخد الشامبو من عندنا جاهز يما هتعمليه ببيتك في وسط الحاجات دي والحاجات دي المكونات دي برضو موجودة عندنا اللي ملحقش يكتب الوصفة ورانا طيب هيبقى موجودة عندنا على صفحة دكتور حساسين او اورجانيك ما حساسين على اليوتيوب او على الفيسبوك